اشتركوا في القناة تركيا مع عودة تصعيد انقرة ضد اليونان ارمينيا تقر بتقدم القوات الاذربيجانية في كراباف ومشق تطالب بلهجة قاصية الطرفين بالتهديا وبوتين يعلن عن تسجيل لقاح ثاني ضد كورونا واوروبا تواجه الموجة الثانية باغلاقات جديدة اهلا بكم الى نشرة الخامسة من العربية اكل وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية امريكا ان البرنامجين النووي والصاروخي لايران يمثلان تهديدا كبيرا للمنطقة الامير فيصل بن فرحان وعلى هامش انطلاق الحوار الاستراتيجي السعودي الامريكي في واشنطن قال ان بلاده تواصل التصدي لمحاولات ايران زعزعة المنطقة وان قوى الارهاب تواصل تهديد الاستقرار وخلال لقائه بنظيره الامريكي اكد مايك بومبيو انه بحث مع وزير خارجية السعودية الامن المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري هذا الاجتماع يأتي في وقت مهم جدا وشراكتنا مع الولايات المتحدة سوف تتصدى لقوى الارهاب التي تهدد امننا واستقرارنا اجرينا مباحثات مثمرة بشأن تعزيز العلاقات بين الرياض وواشنطن ونتطلع للمزيد من المباحثات لتعزيز الاستقرار والامن الاقليمي وتوسيع تعاوننا الاقتصادي والعسكري هذا واكد وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان على ضرورة التصدي لسلوك ايران المهدد للامن الاقليمي مشيرا الى الجهود المبذولة من اجل التوصل الى حل سياسي وانساني شامل في اليمن نناقش جهودنا لدعم الامن والاستقرار والتصدي للتهديدات لسيما الايرانية التي تزعزع الاستقرار فالنظام الايراني يواصل تقديم الدعم المالي للجماعات الارهابية خاصة في اليمن حيث اطلق الحوثيون اكثر من 300 هجوم على السعودية كما يمثل برنامج ايران النووي تهديدا كبير عزمون على تصدي لسلوك ايران المزعزع للاستقرار وقد ناقشنا دعمنا من اجل حل سياسي شامل في اليمن وجهودنا للتصدي للوضع الانساني هناك ونشعر بقلق بالغ بشأن خزان صافر الذي يرفض الحوثيون السماح بالوصول اليه وهذا يهدد بكارثة بيئية على سواحل اليمن والمنطقة من جهاته قال وزير الخارجية الامريكي مايت بومبيو ان العلاقات السعودية الامريكية تاريخية للحفاظ على امن واستقرار المنطقة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش الحوار الاستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة في واشنطن بمشاركة وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان الحوار الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الذي بدأته اليوم مع الامير فيصل يمثل مرحلة جديدة في علاقتنا منذ عهد الرئيس فرانكلين روزفيلت والملك المؤسس عبدالعزيز السعود تم تأسيس العلاقات بين البلدين منذ 75 عاما السعودية كانت دائما شريكا مهما في هذه المنطقة العلاقات بين الشعبين نمت عن طريق التعاون العميق بين الأمتين الحديث هذا الصباح عبر عن نية في زيادة التعاون الأمني والاقتصادي وأيضا الشراكة بأكملها كدليل على ذلك لدي إعلانون اليوم الولايات المتحدة ستبدأ بناء صفارة جديدة في الرياض إلى جانب الافتتاح الأخير للقنصلية في جدة وبناء قنصلية أخرى في الظهران نادية أبل بيسي تتابع هذه الاجتماعات هي مع مباشرة من واشنطن نادية أهلا وسهلا بك جديد هذه الاجتماعات في هذا الحوار الاستراتيجي أبرز العنوين أبرز الحاضرين من الجانبين السعودي والأمريكي إضافة إلى وزيري الخارجية مايك بومبيو وفيصل بن فرحان نادية أهلا بك الطالب استمعنا قبل قليل معا إلى كلمة الافتتاح التي ركزت ليس فقط على علاقة تاريخية كما وصفها بومبيو لكن على علاقة استراتيجية مبنية على مصالح حيوية تربط الرياض وواشنطن هذه العلاقة ثابتة لا تتغير طالب تغيير الإدارات وبالتالي انطلاق هذا الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي سيركز على ملفات مهمة جيوسياسية في المنطقة في ضل ما نراه من حالة عدم الاستقرار التهديد الأساس هو من إيران هذا ما سمعناه اليوم من مايك بومبيو قبل قليل وسيكون أحد أهم الملفات التي ستناقش اليوم في هذا الحوار الذي سينطلق على مدى يومين الأربعاء والخميس على أن يكون هناك في النهاية طبعا بيان مشترك سعودي أمريكي إيران فقط لا تهدد أمن السعودية والمنطقة من خلال الحوثيين الذين تدعمهم بالسلاح سمعنا من الأمير فيصل أيضا عندما قال هناك أكثر من 300 اعتداء من قبل الحوثيين على السعودية بالتحديد وهذا أمر غير مقبول ليس فقط للمملكة لكن أيضا للولايات المتحدة كيف يمكن المضي قدما في تحجيم دور إيران طبعا من خلال دعمها الميليشيات الرعية والدعم للإرهاب مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان والميليشيات الشعية في العراق سيكون موضوع مهم جدا عادة عن ذلك هناك القضايا الإقليمية القضايا الدولية مثل جائحة كورونا طبعا مكافحة الإرهاب ما نراه في المنطقة في الاستقرار سواء كان في العراق أو في سوريا أو في غيرها في ليبيا بالتحديد لكن أيضا مبارة السلام ودعم القضية الفلسطينية والتوقيع الأخير بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل عادة عن هذه القضايا الإقليمية هناك قضايا ثنائية حيوية مرتبطة بالاقتصاد العالمي بأسعار النفط بالطاقة وبالتالي الوزيرين سيمثلان الدول بمعنى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لكن سيكون هناك لجان حسب ما عرفت طبعا هذه اللجان بدأت العمل الآن في وزارة الخارجية حيث أتواجد أنا لكن هذه اللجان تبقى مغلقة أمام الصحفيين حتى يتثنى للمسؤولين العمل على هذه الملفات ستكون طبعا مرؤوسة من قبل الوزيرين وستترك للمساعدين بعد ذلك على أن يكون هناك متابعة لها طالب بعد ذلك ليس فقط اليوم لكن على مدى سنين قادمة وكما ذكرت هذه العلاقة الاستراتيجية مستمرة ثابتة راسخة بغض النظر من سيكون في البيت بالنسبة إلى الشأن الإيراني نادية هل من المتوقع في ختام هذه الاجتماعات قرارات معينة في هذا الاتجاه أم لا سنسمع تكرار للمواقف الأمريكية المعتادة إذا إيران كما تعرف الإدارة مارس ما تسمى حملة الضغط القصوى على إيران يعني قبل أيام فقط أدرجت 18 بنكا إيرانيا على قوائم العقوبات الأمريكية وبالتالي هي تستخدم هذه الأداء الدبلوماسية لمحاصرة إيران اقتصادية وعزلها دبلوماسيا وستستمر في ذلك على فكرة حلول أخرى مثل الحل العسكري غير مطروح طبعا على الطاولة رغم أنه جاهز زوما من وجهة ناظر واشنطن لكن هي ترى بأن هذه العقوبات هي التي ستجبر إيران على تغيير سلوكها في المنطقة بالنهاية سواء كان دعمها للوكلاء في المنطقة وخلق حالة من عدم الاستقرار أو استمرارها في تطوير برنامج الصوريخ الباليستية الذي هو اختراق سافر لقرارات الأمم المتحدة يعني هناك اتفاق ليس فقط سعودي أمريكي لكن دولي وأوروبي على أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف من واشنطن مراسلات العربية نادية بالبيسي شكرا جزيلا لك نادية لنعودة إليك في خضام هذه النشرة في حال كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو شكرا لك نادية بومبيو أضاف أنه ناقش مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعري السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة مؤكدا أن النشاطات الإيرانية تمثل تهديدا لاستقرار المنطقة والسلام العالمي حضينا بمحدثات عن الأمن في المنطقة لإبقاء شعوبنا آمنة الأمر ليس سرا سلوك إيران يهدد أن السعودية ويهدد السلام العالمي ظهر هذا جليا في الهجوم الإيراني على المنشآت النفطية السعودية نهاية العام الماضي والهجمات المستمرة للحوثيين باستخدام المسيارات والصواريخ والتكنولوجيا القاتلة الأخرى التي وفرها النظام في طهران اليوم نجدد التزامنا لمواجهة السلوك الإيراني الخبيث للحفاظ على أمن المنطقة وأمن الأمريكيين أيضا نثمن دور المملكة في تعزيز أمن وازدهار المنطقة في مجالات متعددة سواء في تحول الاقتصاد السعودي أو دور المرأة في رؤية المملكة 2030 أو تسهيل المفاوضات لجلب السلام وإنهاء النزاع اليمني أو تنصيق الجهود العالمية لمواجهة وباء كورونا من خلال رئاستها لمجموعة العشرين السعودية هي قوة استقرار في المنطقة معي من واشطن لمزيد من المتابعة لهذا الحوار الاستراتيجي العقيد عباس داهوك المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط عقيد عباس أهلا وسهلا بك إلى نشط الخامسة من العربية عندما نتحدث ونستخدم مصطلح حوار استراتيجي هذا يعني أن المواضيع المطروحة والعنوين استراتيجية بامتياز طيب على المستوى الأمني ما هو العنوان الاستراتيجي الأول تراه لهذه الجولة من المحادثات ثم على المستوى السياسي وكذلك على المستوى الاقتصادي شكرا لك طالب على هذه الاستضافة في برنامجك صحيح هذا حوار استراتيجي وتوقيته مهم بالتأكيد لكن هذا ليس جديد فالحوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية ليس بالأمر الجديد فإدارات أمريكية أخرى اهتمت بهذا الحوار الاستراتيجي سواء كان عالنا أو في الخفا هناك ثلاثة عناصر في هذا الحوار لدينا طبعا الأمن الإقليمي كما عشرت إلى طالب وكذلك عشرت إلى ذلك نادية ثم هناك الأمن الطاقة وأمن التجارة أيضا فيما يتعلق بالتعاون العسكري هناك تهديدات مستمرة في المنطقة تأتي من الحوثيين كما عشرت في أخباركم والعمليات العسكرية في اليمن يجب أن تتوقف ثم تمت أيضا تدخل إيران الخبيث في أشؤون الداخلية لبلدان المنطقة من بغداد إلى لبنان إلى صنعاء هذه إذن قضايا مهمة على صعيد العسكري بنسبة للولايات المتحدة والسعودية وكما قيل فإن المنطقة أو أمن المنطقة تمثل مصلحة حيوية للأمن الأمريكي وهذا يدل على الكثير من الاهتمام الأمريكي ولدينا أيضا تهديدات وتطرف الإرهابي وكذلك تدخل إيران الخبيث على الصعيد الأمني أما بالنسبة للمصالح الاستراتيجية الكبرى وقد يتم تطرخ لذلك أم لا أستطيع أن أقول أن السعودية تمثل عمق أمني كبير لولايات المتحدة في طار تصدي للصين كما تعرف أن أغلب أو 75% من النفط السعودي يصدر إلى الشرق الأقصى إلى الصين والهند واليابان وربما كوريا الجنوبية أيضا وهذا العنصر الاقتصادي يمثل أداء يمكن لولايات المتحدة أن تستخدمه للضغط على الصين وتقديم المساعدة للحلفاء هذا فيما يخص بالجانب الاقتصادي ثم لدينا تبادل بين البلدين على صعيد الإنساني فكما تعرف هناك 60 ألف أو سعود يدرسون في الولايات المتحدة وربما حوالي أقل من 50 طالب أمريكي في السعودية يجب أن يتغير ذلك لتأكيد على تبادل بين البلدين على صعيد المواطني طيب عقيد عباس كما تعرف لطالما كانت وظلت إسرائيل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة هل نلاحظ الآن تغيرا ولو محدودا أو تحركا أمريكيا ولو محدودا باتجاه المملكة العربية السعودية لأن تكون الحليف الاستراتيجي الأول لها في منطقة الشرق الأوسط أم لا أمريكا ستظل تنظر بعينين إسرائيليتين إلى كل شيء في منطقة الشرق الأوسط هذا صحيح فإسرائيل هي الحليف الاستراتيجي الأول ليلوات المتحدة في المنطقة وليسا ثمت أي دافع لوجود حليفين استراتيجيي فمن المنظور الأمريكي البلدان يخدمان مصالح مختلفة وسعودية اليوم تختلف عن ما كانت عليه في 2015 قبل ذلك وهذا ينطبق على إسرائيل أيضا إذن هناك مصلحة استراتيجية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمنطقة بشكل عام وهذا طبعا ساعد في تطبيع العلاقات التي شهدناه بين إسرائيل والإمارات وإسرائيل والبحري وهناك طبعا خطت الملك أو الأمير عبدالله لعام 2002 لا تزال مطروح على الطاولة وسوف يتم مناقشاتها إذن ليس هناك سبب لعدم وجود أو لوجود حلفين استراتيجيين مثلين في إسرائيل والسعودية طبعا المصلحة استراتيجية تتمثل أيضا في ضمان عمن البحر الأحمر الذي يكتسب أهمية أكبر وأكثر فيما يخص المقارنة مع الخليج العربي فهناك سلات بين هذه المنطقة ومناطق أسيا وأوروبا ولهم من ذلك فإن هذه المنطقات تمثلوا خطة حياء خاصة فيما يتعلق بمشاريع السعودية العملاقة التي تقع على البحر الأحمر وبالتالي فإن السعودية كما قلت لها مصلحة حيوية في المنطقة وهناك مصالح كبرى بين إسرائيل والسعودية والوئة المتحدة من واشنطن على عقيد عباس دهوك المستشار العسكري السابق ووزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة في شأن آخر أعلن وزير الطاقة التركي وصول سفينة أوروتش ريس منطقة التنقيب في شرق المتوسط وكانت تركيا قد أعنى تعزمها إرسال سفينة تنقيب مجددا إلى شرق المتوسط في مياه تتنازع عليها السيطرة مع اليونان حيث ستقوم السفينة أوروتش ريس بأمشطة في المنطقة بما في ذلك جنوب جزيرة كاستليروزو اليونانية وذلك اعتبارا من الثاني عشر من أكتوبر الجاري ولغاية الثاني والعشرين من الشهر نفسه كما ستنضم إلى السفينة في المهمة المقبلة سفينتان أخرين هما أتمان وجنكيز خان وفقا لوكالة الأنباء التركية وفي خبر ورد قبل قليل على شاشة العربية أعلن سفراء في الاتحاد الأوروبي أن نهج العصى والجزرة التي تتبع تركيا بشأن المتوسط هو نهج فاشل في وقت أعلن ديبلوماسي الأوروبي أن القمة الأوروبية المقبلة ستبحث تطورات أزمة شرق المتوسط ورجح الديبلوماسي دانة القمة الأوروبية خطوات التصعيد التركي في المنطقة هذا ويعقد القادة الأوروبيون أعمال قمتهم يومي الخميس والجمعة في بروكسل ومن المقرر أن يكون الملف التركي وأنشطة أنخر الأخيرة في شرق المتوسط أمام القمة الأوروبية مجددا وفي مؤشر على تصاعد الأزمة شرق المتوسط التواعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان برد تستحقه أثنى على حد وصفه في المقابل أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بأن نشاطات تركيا في المتوسط تمثل خرقا لمواثيق الأمم المتحدة وأشار ديندياس إلى أن أنقرة تسببت في المزيد من الاضطرابات في المنطقة كما أعلن بأن بلاده مستعد للحوار مع تركيا على أساس حسن الجوار ومبدأ احترام السيادة خلال الاجتماع الذي انعقد في القاهرة لبحث المسار الدستوري اتفق وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى في ليبيا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى صيغة توافقية حول الدستور كما جرت مناقشات حول إمكانية الاستفتاء على الدستور الحالي من عدمه وقد تم التوافق على ضرورة صياغة اتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل وكشف البيان أن الاجتماعات شهدت مرونة فائقة في الحوار كما أعرب الوفدان عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات حول الترتيبات الدستورية ولكي يجري مجلس النواب حوارا مجتمعيا للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدما في المسار الدستوري مع ابن بغازي الآن لمزيد من المتابعة والتحليل طلال الميهوب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الليبي سيد طلال أهلا وسهلا بك أرجو أن تكون تسمعني أولا أريد منك تعليق سريع وتقييم الاجتماعات القاهرة التي انتهت بالأمس هل ما خرجت به هذه الاجتماعات يدعو إلى التفاؤل بالنسبة إليه سيد طلال هل تسمعني يبدو أن الاتصال غير متوافر مع السيد طلال الميهوب لنعود إليه بعد قليل فور جهوز هذا الاتصال عقد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اجتماعا مع عدد من قيادات الفصائل المسلحة الليبية مشيرا إلى أن الاجتماع بحث استمرار المعارك جرى منذ ساعات ما بين عناصر وكتائب ومليشيات مسلحة تتبع حكومة الوفاق مع فايز السراج والتي أعربت عن رفضها للحوارات التي يكون فيها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر طرف في هذه المعادلة هم يرفضون هذا الأمر وهو ما يؤكد أن السراج عبر تركيا يحاول إطالة أمد الأزمة وخلط الأوراق بشكل كامل أعود إلى التوتر في شرق المتوسط والتهديدات التي أعلنها الرئيس تركي رجب طيب أردوغان اليوم إذا أنقر مع من أثنى الآن الصحفي عبدالستار بركاته سيد عبدالستار أهلا وسهلا بك إلى نشط الخامسة من العربية الرئيس التركي عاد اليوم ورفع قفاز التحدي بواجه أثنى وتوعد أثنى برد تستحقه حسب تعبيره كيف نفهم هذا الكلام؟ نعم هو تصعيد غير مسبوق ويأتي في إطار السياسة التركية العدوانية التي تنتهج أو تسلكها خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس أردوغان سواء مع اليونان أو قبرص أو مع جميع دول الجوار يعني كما قال وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس أن إذا بحثنا في جميع المشاكل المتواجدة حول تركيا سواء بين أزريبيجان وأرمينيا أو العراق أو سوريا أو ليبيا أو قبرص أو اليونان نجد أن القاسم المشترك هو تركيا ولذلك يعني اليوم تصريحات الرئيس التركي يعني غير دبلوماسية وخارجها عن النطاق التهدئة ونطاق التفاوض ونطاق دولتان موجودان معا حلفاء في حلفة الناتو عموما يعني رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسو تاكس ذكر أن غدا سوف يجتمع في قمة الاتحاد الأوروبي وسوف يعرض هذه الأزمة علي مناك هناك وسوف يكون هناك يعني رد قاطع ورادع يعني من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا وخصوصا في ملف العقوبات وأيضا اتخاذ موقف صارم تجاه هذه التهديدات التي لم يكن لها مثيل قبل ذلك طيب سيد عبدالستار في المقابل وزير الخارجية اليونانية نيكوس زيندياس عاد وأكد استعداد بلاده للحوار مع أنقرة على أساس مبدأي حسن الجوار واحترام السيدة طيب هناك تصعيد من قبل الرئيس أردوغان ولكن هناك تهديئة من قبل اليونان يعني كيف يجب فهم أو نفسر هذين الموقفين المتعارضين المتناقضين واحد يدعو إلى التهديئة وحسن الجوار والثاني لا يرفع قفاز التحدي أعتقد أن اليونان منذ بداية الأزمة هي تسعى إلى الطرق الدبلوماسية ولا تريد المواجهة العسكرية يعني قبل نحو شهرين عندما شاهدنا سفينة البحث داخل المياه اليونانية وفي وقتها هددت وقالت أنه سوف لم يسمح لهذه السفينة دخول المياه الإقليمية اليونانية أو الجرف القاري ووجدنا السفن العسكرية اليونانية كانت تقف تراقب الوضع ولا تريد أن يحدث هناك أي مواجهة عسكرية حقيقة تصريح وزير الخارجية اليوناني اليوم كان أقل ليونى ولكن هو في نفس الوقت قال أن النشاطات التركية بالبحر المتوسط والجزء المحتل من قبرص تمثل خرقا لمواثيق الأمم المتحدة وأن بلاده ترفض هذه الخروقات يعني هو اليوم وهو في العراق يعني ذهب إلى العراق لفتح قنصلية يونانية عامة في إربيل وأيضا محادثات مع الجانب العراقي ذكر نحن نحن على استعداد يعني للحوار مع تركيا وعلى أساس حسن أجوار معنى حسن أجوار ومبدأ احترام السيادة هو معنى عدم الاستفزازات وعدم التهديدات وهذا الأمر متفق عليه طيب من أثناء الصحفي عبدالستار بركات شكرا نزيل لك على هذه المشاركة بالعودة إلى ما انتهى إليه اجتماع القاهرة بن أمس بين الأطراف الليبية معي من بن غازي طلال الميهوب رئيس لجهة الأمن والدفاع في البلمان الليبي سيد طلال أهلا وسهلا بك أرجو أن تكون قد تسمعني الآن لأن الاتصال في السابق لم يتم هل تسمعني الآن سيد طلال نعم أسمعك سيد طلال أريد منك بداية تقييما للاجتماعات التي شهدتها القاهرة وهل ما خرجت به هذه الاجتماعات يدعوك إلى التفاؤل سيد طلال نعم نحيي نعم أسمعك نحييك نحيي السادة المشاهدين أحددك على الاجتماعات القاهرة المصارات التي قاهرة ومن هنا نوجه التحية لجمهورية مصر العربية رئاسة وشعبا على المجهود المبذول لمساعدة الشعب الليبي والدول الشقيقة مثل السعودية والإمارات لإخراج ليبيا من هذا المستنقع الاجتماعات في المجمل نحن كليبيين نأمل أن تفضي إلى نتيجة إذا كان الطرف الثاني على مستوى من المسئولية وعلى مستوى لتحمل إخراج ليبيا من تحت براثن الاستعمار التركي والمرتزقة السوريين لكن ما نراه هو اجتماعات دورية وفي النهاية الأمر يرفع إلى الباب العالي في إسطنبول من الطرف الثاني وفي الدوحة لإبداء الراي وهذا الأمر لن يفضي إلى نتيجة ولن يفضي إلى سلام بوجود جماعة أو تيار الإسلام السياسي المسيطر على مفاصل الدولة في غرب البلاد المهمتهم هي المماطلة أكثر وقت ممكن كسب الوقت لوضع أرجل المجتمعون عندما سؤلوا عن أجواء هذه اللقاءات والشماعات القاهرة وصفوا اللقاءات بالبناء هنا أسألك هل يوجد ثقة هل عامل الثقة موجود أم لا مستوى الثقة بين الطرفين مفقود تماما نعم نعم أنا ممكن قد سؤالك ضعيف يعني استمع الصوت شوي ولكن أريد أن أصل لك بأن الطرف الثاني أي نتيجة سوف ترفع إلى أسيادهم في تركيا وفي قطر والنتيجة ستكون معروفة وهي عدم قبول أي حل سياسي في ليبيا وذلك طالت أمد الفوضى في البلاد لاستفادة لنهب ثروات بلادنا طيب استيس طلال أرجو أن تكون تسمعني بوضوح اتفق المجلسان يعني مجلس النواب والمجلس الأعلى على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا ولكن كيف هل من معلومات أسمعنا شوف سيدي كريم أنا شخصيا لست مؤمن بوجود جسم يسمى مجلس الدولة هذه ثلة من تيار الإسلام السياسي اختصبت السلطة واحتكرت السلطة في أدها في طرابلس واستغلت إقرار المجتمع الدولي باتفاق الصخيرات وقفزت على المشت أنا شخصيا هذا الجسم غير دستوري وغير قانوني وغير شرعي ولست مؤمن بالتحاور معه ولكن كما تعرف هذا الجسم معترف به دوليا أو شبه دوليا ويجري دعوته إلى المؤتمرات الدولية وهناك حوار بين الطرفين لذلك السؤال طيب جرى البحث أيضا في إمكانية الاستفتاء على الدستور الحالي إلى أي مدى هذا ممكن برأيك في ظل الظروف الحالية سيد طلال شوف الدستور الحالي سبق وأن تم رفضه من قبل شريحة كبيرة من الشارع الليبي نظرا لوجود بعض المواد التي تمكن جماعة تيار الإسلام السياسي من السيطرة على مفاصل الدولة وبعض المواد التي وضعت خصيصا لاستهداف المؤسسة العسكرية وقائدها العام لإبعاده عن المشهد وتفكيك المؤسسة العسكرية واستبدالها بإما مرتزقة أو جماعة الظالة أو جماعة الداعش الموجودة في بعض مناطق غرب البلاد فالدستور يجب أن يتم التوافق عليه بين الليبيين حتى يكون هو المسودة التي تحفظ كل حق ليبي سواء في ثرواته سواء في أمنه سواء في رقعته الجغرافية أما بهذه كيفية هذا الدستور الذي تم التدخل فيه للأسف الشديد من بعض جماعة التيار الإسلام السياسي ووضعوا فيه بعض المواد الموجهة بشكل مباشر لاستهداف المؤسسة العسكرية واستهداف الشريحة الكبيرة من الليبيين فهو لن يكون مقبول ولن نصل إلى نتيجة مع الوفد المقابل طيب استيس طلال انطلاقا من نتائج اجتماعات القاهرة هل يمكن القول أن مسار القاهرة بتأفعل ويتقدم على غيره من المسارات مثل مسار برلين مسار موسكو ومسار الصخيرات أم لا مسار برلين ما زال الأقوى سأعيد عليك السؤال انطلاقا من نتائج اجتماعات القاهرة هل يمكن القول سيد طلال أن مسار القاهرة يتقدم على غيره من المسارات سيد طلال يبدو أنك لا تسمعني على كل شكرا جزيلا لك انتقل مباشرة إلى كلمة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي من ماشد جهوده لمحاربة الفقر وتحسين ظروف العيش في العالم برنامج الغذاء العالمي يقوده ديفيد بيزي وهو الحاكم السابق لكورونا الجنوبي وهو يستحق وفريق الكثير من التقدير لنجاحات التي حققوها خلال السنوات الماضية برنامج الأغذاء العالمي يعتمد على المساهمات المي وقجمع الرئيس في 17 مليار 7 مليارات ووصل إلى 8 مليارات دولار في عام 2018 ودد لإنقاذ الكثير من الأرواح وهذا معكسته جائزة نوبل والبرنامج ساعد أكثر من 800 مليون شخص في 80 بلدا والولايات المتحدة قدمت 43% من ميزانية برنامج الأغذية العالمي وكانت هذه أكبر مساهمة من أي مقاطبة أي بلد في عالم لأكثر من 700 مرة من الصين وكذلك ألمانيا الجائحة التي تسببت بها الصين أدت إلى تأثير على سلاسل إمدادات في العالم والقيادة الأمريكية حية وهي تصلت له عما قامت بها الصين للجوعة في العالم نعمل أيضا لحل النزاعات في العالم والمتحدة تلتازم مساعدات أذربيجان وأرمينيا التي توصل إلى التسوية السلمية لأصرع ندعو البلدين لتنفيذ التزاماتهم لوقف إطلاق النار والوقف استهداف المناطق المدنية في بيلاروسيا ندعم بتأكيد الشعب البيلاروسي الذي وصله المطالبة حاسبة القادة لقمع ديمقراطية كما فعلنا عندما فرضنا عقوبات الأولئك المسؤولين بتعاون مع حلفين ديمقراطيين في أوروبا وكندا جددنا مطالبة بالإفراج على المواطن الأمريكي استيلاف وأخيرا ندعو روسيا للتحقيق في استخدام الغاز أعصاب ضد نافالي ويسعدني أن نعلن اليوم أيضا أن مساعد الوزير الخارجي رابر ديسر هو موجود بيننا أهلا بك ومكتب ديمقراطية سوف يعمل أيضا كمنسق الأمريكي لقضايا تيبت وسيركز على تجهي الحوار بين نظام الشيوعي في بيجينج ودليلا لاما ومن أجل حماية الهوية الدينية والعرقية لسكان تيبت واحترام حقوق الإنسان وأكثر من ذلك بكثير وكذلك فإن الصين وجودها في مجلح حقوق الإنسان هو إهانة لحقوق الإنسان وللأمم المتحدة فنحن انسحبنا من هذه الهيئة بسبب ذلك الأسبوع الماضي الوزير ديفاس وأن بعثنا خطابات لولايات أمريكية لتحذيرهم من ما يستخدم وسائل التي يستخدم الحزب الشيوعي الصيني لخنق الحريات وبالأمس على أن مطالب بأن مراكز البحث التي تتلقى مساهمة مالية من الدول الخارجية بما في الصين أن يكشفوا عن ذلك هذا مهم حتى يعرف الشعب الأمريكي من يؤثر على مراكز البحث حتى يقيم بطريقة أفضل أعمالهم وعدت من المنطقة للتو وجرت مباحثات ناجحة مع نظرائي في أسراليا والهند واليابان وخلال اجتماعينا في توكيو أسبوع الماضي ما ناقشناه وتعزيز العلاقات مع دول المحيط الهادي والويت المتحد أعلنت أكثر مئتي مليون دولار الباسيفيكي مسؤولي وزارة الخارج أجر مباحثات افتراضية مع مسؤولين في 12 بلد في منطقة الباسيفيكي بشكل تصدي لجائحة كوفيد وكذلك تعزيز على دعم القيام المشتركة في المنطقة وفي العالم وود أن أذكر رؤساء الشركات بأن هناك مؤتمر سيعقد في 28 و29 أكتوبر هذا الشهر وأطلقت المنتدى لقت الأول في عام وسألقي كلمة خير المنتدى هذا العام أيضا نحن قوة من أجل الخير أيضا في المساعد الوزير الخارج عدم لتوئهم من جولة في أوروبا أتذكر الشكوك التي شعرتم بها من قبل أكثر من 25 من بلدان الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلس هي ضمن الشبكة النظيفة وأن قد أصدرنا بين المشترك مع الاتحاد الأوروبي شأن الشبكة النظيفة وكذلك علبة الأدوات الأوروبية من أجل البيئة النظيفة والأداتان تعملان بطريقة جيدة من المهمة نعرف 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 مجلس إدارة يوتاكا أصبح مسؤول عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب زويد خدمة الجيل الخامس نائب الملعام لحلف النيتو أكد أيضا على ضرورة وجود شبكة الجيل الخامس تكون نظيفة في الاتحاد الأوروبي بينما تدعو الوئة المتحد كافة الدول المحبة لديمقراطية في العالم تنضم لأربعين بلد وشركة تيسالات في العالم في إطار الشبكة النظيفة فيما تعلق بالشرق الأوسط دعمت إدارة ترامب أمن واستقرار حلفائنا في الخليج أكثر من أي إدارة في تاريخنا واليوم حضيت بفرصة استضافة الاحتواء الاستراتيجي السعودي كما فعلت في سبتمبر 14 من إستمبر وسأفعل ذلك في العشرين من أكتوبر مع أصدقائنا الإماراتي بالنسبة للبنان ترحب المتأطلاق المباحثات اليوم بين إسرائيل ولبنان من أجل توصل الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية هذا الاجتماع المهم استضافة المنسقة المتحدة في لبنان لطلب البلدين أرسلت مساعد الوزير شانكر والسفيد ديروش لتيسير الجلسة الافتتاحية لنباحثة لنلتزم بإنجاحها وفي الحرب مستمرة ضد داعش فننقل أعضاء فرقة البيتس الوات المتحدة لمواجهة تهمهم في تعذيب وتنفيذ رهين هذا مكسب كبير للولايات المتحدة الأمريكية فالجرائم تعكس فضاعة داعش ضد شعوب المنطقة والأمريكيين ونحن ملتزمون لتحقيق العدالة لأسرة جيمس فولي وبيتر كيسيك وكيلة ميل وستيفن سانوف وزارة العدر أعلنت أن الولايات المتحدة نجحت سعادة الأمريكيين الذين كانت تحتجزهم قوات سوريا ديمقراطية والذين اتهموا بدعم داعش قد عدنا عشرة أشخاص تم توجيب تهمهم وكذلك 15 طفلا لهم فرصة حياة أفضل الدول الأوروبية تحديدة لتحمل مسؤوليتها إزاء مواطنها وقريبا من الولايات المتحدة عززت الإدارة ترمب منطقتنا فمنظمة دول المنطقة دعمت حقوق الإنساء الديمقراطية وساقود وفد الولايات المتحدة الاجتماع الذي سيقعد في العشرين والواحدة عشرين من هذه لحظة منطقتنا لتصدي الأنظمة التي تقمأ وشعوبها والإيجاد فرصة في الديمقراطية الأمريكية مثلا كوبا وفينيزويلا ونيكاراكوا نعمل لدعم حرية المعتقدات ونبني على التوصية بشأن الحرية والديانة التي تم تبنيها السنة الماضية في 14 أكتوبر فإن الولايات المتحدة دعت كافة الجهات الفاعدة من أجل الحل المشاكل بطريقة ديمقراطية نعمل مع الشعب البوليفي في طار سعيه من أجل ضمان ديمقراطية لشعب بوليفي والمنطقة ككل وأكيد ما قلت من قبل فإن انتخابات هيت التشرعية قد طالع مدها ننتظر إجراء هذه الانتخابات ندرك أن منظمة المنظمة الإقليمية ستعمل على المساعدة في ذلك بعض الأخبار السارة من أفريقي أن نحظ أو نثمن ما يقوم به رئيس الكونغو لعقد مؤتمر ويدم أنغولا وروندا وغندا هذا الاجتماع يعكس أن التنزامات إجزاء الفرص ورسلام وفرص الاقتصادية في هذه المنطقة ومنطقة شرق جمهورية الكونغو يمكن يتحقص شكرا وأستطيع أن نجيب على سيلتكم الآن أود أن شركة عن الميليشيا في العراق التي أعلنت عن وقف لإطلاق النار وعدم استهداف السفارة الأمريكية هل تقدم لتأمين السفارة أم أنكم تفكروا دائما في صحب ديبلوماسيين أمريكيين قلت السبع الماضي أن وزارة الخريج تطلق المزيد من إيميلات هيلاري كلينتون ما هي الرسائل التي لم يتم الإفراج عنها حتى الآن وما أهمي ذلك الآن وما هي موارد الوزارة التي ستتخدم ومن سيقوم بتنفيذ هذه المهمة نحن نفرج عن هذه الإيميلات من أجل الشفافية وهذا سؤال سخيف فعلا نحن سنوصل القيام بالأمور الصحيحة ونتأكد أن كافة الرسائل سوف تصل إلى مكان ونتأكد أن شعب الأمريكي سوف يتمكن من الإطلاع على أكبر قدر ممكن من هذه الإيميلات بالنسبة للعراق وإنه نحن مسؤولون لضمان بأن الدبلوماسيين في العالم يعملون ببيئات آمنة وسليمة ونحن سعداء بين العراق يبدون المزيد لتقديم المزيد من الإجراءات الأمنية لفريقنا على الأرض هناك وبنسبة لسؤالك نحن ميليشيات مارقة وعدت أنها لن تنتهك سيادة الشعب العراقي وهي تستهدف دبلوماسيين الأمريكيين الذين يعملون على مساعدة الشعب العراقي مهمتنا واضحة نحن هناك للمساعدة على بناء عراق ذو السيادة وحر مع اقتصاد قادر له الموارد التي يحتاجها الشعب العراقي وأعتقد أن العراقيين يدركون الأنشطة الخبيثة التي تقوم بها إيران من خلال قوها أو أدرعها وأعتقد أن شعب العراقي يدرك من هي قوة الخير في المنطقة وسنوصل دعم سيادة العراق وحريته أعلنت لتو عن موقف تجاه الصين وخاصة فيما خص التيبت ما تعليقك على ذلك تزعم الصين أن لديها اليد العليا في اعتراف بدلايلة ما ردكم على ذلك معالي الوزير أعتقد أن سؤالك يتعلق بأكبر تحديات التي حددناها بالنسبة لحزب الشيوع الصيني وانتهاك المستمر لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الصيني هذا ما قام به الحزب على مدى التاريخ وهذا أيضا ما أمرنا الرئيس ترامب بالعمل على تصدي له ومن أجل تقديم أكبر قدر من الحرية والكرامة لشعب الصيني عندما من قبل الحزب الشيوع يسيط على الأمر بمقاطعة شينجانك أو في تيبت والتحدث عن ذلك قليلا من قبل أو في منغوليا والسكان منغوليا يستحقون العيش في الحرية والسمتاع بحقوقهم والعيش في كرامة وانظر إلى الوضع في هونغ كونغ وغيرهم يطالبون من الحزب الشيوع الصيني كما نطلب الحفاظ على الحقوق الأساسية وحريات المواطني وسنبدل كل ما نستطيع لبناء تحالف العالم لتأكيد على همية هذه المطالب ولفرض أيضا سعر أو مبلغ يدفعه الحزب الشيوع الصيني إذا أي انتهاكات شكرا مع للوزير فيما يخص هارمينيا وذاربيجان المسيحيون في الوقت يشعرون بالقلق إذا هذا الوضع وقال جو بايدن أنك ورئيس لم تفعلوا شيء بشأن تفجر النزاع هناك هل لك أن توضح موقف إدارة ترامب بهذا الشأن ثم هل تحدثتم مع قادة أرمينيا وأذربيجان لا أريد أريد أن أخوض في المباحثات الجارية في الوقت الراهن ولكن يكفي أن أقول أنني تحدث لاريس ترامب عن الوضع صباح هذا اليوم باقتداء نراقب ما يحدث هناك وقد قمنا بالاندمام إلى شركائنا الأوروبيين وغيرهم في العالم بحثا عن حل لسيراء تابعنا أيضا الضحايا بين المدنيين ولاحظنا تركيا التي تقوي موقف ذربيجان نطلب من كافذ الجهات الفاعلة في العالم الابتعاد عن نزاع وعدم التسبب بالقلق نستخدم أدواتنا الديبلوماسية لتوصل إلى هذه الغاية من أجل وقف الإطلاق النار وحل يرتكز على القانون الدولي هذا ما نركز عليه ونولي اهتمام كبير لذلك العمل الذي يزيد احتمال بلوغ الأهداف التي نصب إليه هناك قصة تتردد اليوم بشأن إيميلات هونتر بايدن فيما يخص التأثير على والده ما مدى علاقة ذلك مواضيع الخارج هل ستحققون في الأمر طلعت على هذا التقرير لو فهمت جيد انفحوا هذه الإيميلات فهي لا يصل علىها بوزارتي الخارجي في تصريح أذر أذرتموه بالعمس أشرتم إلى التفاق فيما يخص روسيا ثم جاءت الحكومة الروسية وأعلنت أنه ليس هناك اتفاق بسعني أي موضوع مع الولايات المتحدة ليس لديما أو ضيفه لهذا الموضوع تحدثت إلى الرئيس بشأن هذه القضية هو يركز عليها أيضا ونحن نرحب بتاحتي الفرصة لاستكمال اتفاق على أساس التفاهمات التي تم توصل إليها على مدى الأسبوعين الماضيين بشأن إمكانية تمديد اتفاق ستارت لفايدة العالم من أجل زيادة السلامة من إزاء هذه السواريخ وفريقنا يعمل دون كلل على هذا الموضوع ونأمل أن الروس سوف يجدون سبيل لتوصل إلى نتيجة يخدم مصالحهم ومصالحنا ونأمل أن الحزب الشويع الصيني سوف يرأي أن هذا العمل المتعني لخفض المخاطر ويبعد عدم الاستقرار في العالم بسبب هذه الأسلحة النووي التي يمكن أن نشرها بسرعة أن يستطيع الحزب الشيوع الصيني كيف تتعامل الدول النظر إذا هذا الموضوع وتنضم إلى الجهد المبذول حتى لا نرفض الانضمام إلى المفاوضات بيننا وبين الروس معالي الوزير شكرا أولا أشرت من قبل إلى فرقة البيتلز وهناك من أشار إلى أطفال البيتل أرجو توضيح هذا الأمر بتاكن تتحدثون عن الجماعة التي كانت موجودة في سوريا لدي سؤال متابع بشأن إيميلات كلينتون وليس لدي أي شيء يمكن أن أضيفه لك بهذا الشأن لك أن تطرح أي سؤال آخر أو أريد فقط أن أعطي الفرصة لطرح أسئلة أخرى لا أطلب منك أن تطرح سؤال محدد طبعا سأطرح أسؤال وإذا رغبت في عدم الإجابة فلا أمان يعرف ذلك هل طلعتم أي من هذه الإيميلات هل تعرفون الفحوها لو نظرتم إلى التسلسل الزمن للتصريحات العام فيما تعلق بهذا الموضوع يبدو أن هذا العمل قمتم به ردا على مناشدة من الرئيس مناشدة علنية قد مضيت سانتين ونصف في منصب وزير الخارجية وكان لديك وقت كاف لتلبية مطالب الشفافية لكن قبل ثلاثة سبيع من انتخابات يثير الكثير من التساؤلات هل لك أن تؤكد أنك لم تقوم بأي عمل رسمي بشأن هذه الإيميلات هذا ما ستطعنا أقول حول هذا الأمر نحن تتذكر أنني عملت كعضو في الكونغرس واستخدمت الوزيرة كلينتون خادم رسمي لتمرير رسالة إلكترونية خاصة ويجب على الشعب الأمريكي أن يعرف ذلك هذا النظام كان مخص لتفادي قواعد وزارة الخارجية عن ذي متسيحة وهذا الخادم كان به معلومات سرية للغاية وهذه مسألة مهمة ثانيا فيما يخص الشفافي هذه عملية مستمرة هناك أشخاص يريدون الكشف عن بعض الوثائق هناك إيميلات تم نشرها على موقعنا الإلكتروني قدمنا أيضا إيميلات إلى الكونغرس خلال سنتين ونصف من عملي في وزارة الخارجية وسنعكف على اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الشعب الأمريكي ما قمنا بخلال فترة ولايتي فإن سنفعله طالما كنت وزير الخارجي وزير وزير الخارجية السعودي قال إن الحوثين أطلقوا أكثر من 300 هجوم في الصواريخ ضد السعودي ويرفضون الذهاب إلى طاولة المفاوضات والجميع تحدثون عن إنهاء الحرب في اليمن وإنهاء معاناة اليمنين الإنساني ماذا بيسعكم أن تفعلوا لمساعدة السعوديين على إنهاء الحرب في اليمن أنا شخصيا عملت من أجل ذلك على مدى تقريبا أربع سنوات عندما كنت مدير لسيا عملنا لفهم الحقائق على الأرض وكذلك فعلت ذلك كوزير الخارجية من خلال العمل الديبلوماسي وزير الخارجية كان محقا في قولي أن هناك هجمات من اليمن يقوم بها الحوثيون بدعم الإيرانيين ونظام الجمهورية الإسلامية في إيران وهذا يهدد مصالح السعودية ويعرض للخطر الشعب السعودي وحياة السعوديين وشركات السعودية والمواطن العاديين داخل السعودية إذن نحن نفعل كل ما نستطيع لتأكد معنا جمهورية إيران الإسلامية لها موارد أقل لدعم الحوثيين وكما قلنا عشرات المليارات من الدولارات التي حرمونها بسبب حملة الضغوط تلقص وبعض هذه الأمور كان يمكن أن توجه لتصناعة صواريخ أفضل للتسبب بالمعناة السعودية وهذه الحملة نجحت في حرمانهم من الموارد المالية والقدرة على تنفيذ أجامات من هذا القبيل ونعمل كل ما نستطيع لتقديم دعم ديبلوماسي لسعودية من أجل توصل إلى حل أفضل داخل اليمن ندعم أيضا جهود الأمم المتحدة على الصعيد الإنساني والإنسان المتحدة كانت جهة منحة كبيرة من خل توفير الموارد الإنسانية للمنطقة وهذا يكون صعب لأن الإيران تأمر الحوثيين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية داخل اليمن وهذا أمر فضيع وهذا ما اختار الإيرانيون القيام به والحوثيون يتبعونهم ويتبعون هذه التعلومات والإماريين السعودية والإماراتيون والأوروبيون قدموا الدعم مالي حقيقي لتلبية الاحتجاجات الإنسانية وهذا يصعب على إيصال المساعدات والأدوية لمن يحتاج ولكننا سنواصل العمل على ذلك شكرا مع الوزير الخارجية فيما يتعلق كوريا الشمالية خلال نهاية الأسبوع حضر كيم جونغ أون عرضا عسكريا تم استعراض صواريخ باليستية خلال ما مدق لكم بشأن هذه الصواريخ العابرة للقارات هل أنت واثق بأن ديبلوماسيتك وديبلوماسيت ترامب سوف تحقق النجاح في خفض التهديدات نعم جوابي هو نعم أنا واثق بأن ديبلوماسيتي نجحت في تحقيق ذلك بتأكيد شاهدنا ما تم عرضه خلال استعراض العسكري لهم معرفة أنه عندما تبني دولة برنامجها الصاروخي فيجب أن ندرك أن الشعب أو الحزب الشيوع السيني نفذ عدد أكبر من تجارب الصاروخي أكثر من أي بلد في العالم وخلاء سنة الماضية لم يحدث بالطبع كان هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي يعني أعاد وكرر مواقف الولايات المتحدة إزاء الكثير من الملفات الحزب الشيوع الصيني شبكة الجيل الخامس قال تشرفت باستضافة الحوار الاستراتيجي مع السعودية تحدث عن إيمالية هيلر كلينتون وغيرها من المواضيع أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته